وتتطفق معي أيضاً أنه من المغجل أن ليفربول ما يعطيش ليه صلاح ما يطلبه بعد كل هذا التاريخ اللي صنعوا في النادي تتطفق معي ماذا تعني بالرفض؟ هل ليفربول ممكن يرفض طلبات محمد صلاح للتجديد؟ أعتقد أن هذا يعتمد على كم الأموال التي يطلبها محمد صلاح والمدة التي يريدها محمد صلاح أعتقد أن من السهل أن نقول ليفربول أعطيه ما يريد ولكن هذه ليست لغة الأعمال أعتقد أن الأمر مخادعاً نوعاً ما في هذه المرحلة هو أن محمد صلاح هو أعظم لاعب في تاريخ ليفربول بالطبع وقد تفوق وتخطى كل التوقعات التي طالته في الماضي ولكن تجديد عقل محمد صلاح هو مسألة ما يمكن أن يقدمه محمد صلاح بعد هذا العمر حينما يصل لسن 35 أو 36 عام ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين يؤدي لهذه العمر شخصياً لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث لمحمد صلاح هو لاعب رائع فوق العادة انظر إلى محمد صلاح الآن ولكن نعم أعتقد فقط أن الأمر صعب في تفكير إدارة ليفربول من السهل أن نقول للإدارة جددوا لمحمد صلاح ولكن لا نعرف ماذا يريد محمد صلاح هو اختيار صعب ومن الصعب أن تحكم على هذا الاختيار ترجمة نانسي قنقر